مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء فاضل لحمود رعى قائد أمن إقليم العاصمة العميد طارق الحباشنة حفل انطلاق مبادرتي أرتقي بأخلاقي وذلك على مسرح المدارس العالمية بعمان وركزت المبادرة التي جاءت بتنظيماً من العديد من الجهات الرسمية على مكافحة جميع الظواهر السلبية ضمن منطقة الاختصاص وذلك عن طريق تكثيف المحاضرات والندوات وورش العمل والزيارات إلى كافة مؤسسات المجتمع المحلي تخلل الحفلة إلقاء كلمات للمشاركين بالندوة إضافة إلى كلمة راعي كنيسة النبي إلية في مرج الحمام الأب جور شرعحة إخوتي الأحباء أرتقي بأخلاقي في تفاصيل حياتي اليومية في قيادتي للسيارة بالتزامي بقوانين السير حتى بغياب الكاميرات ورقيب السير وكل من حولي أرتقي بأخلاقي يصبح نهج حياة يوميا بأن أحافظ أيضا على نظافة الأماكن العامة وأن أتعلم بأن كل ما ألقيه من نفايات في الشارع سوف تعود بهالأمطار إلى بيتي يوما ما أنا أنتمي بصدق وأمانة إلى بلدي وأحافظ عليه حفاظي على بيتي الخاص فالولاء للقيادة والانتماء للوطن ليس كلام يقال وإنما عمل يظهر جليا للعيان في سلوكيات وتفاصيل حياتنا اليومية أختم أخوة الأحباء ببيت شاعر للشاعر الكبير أحمد شوقي والذي يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته